السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كامي ومسائل هذه العبادة الجليدة المسألة الأولى تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ غير حائضا ونفسا تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ غير الحائض والنفسا لماذا؟ لأن الحائض والنفسا ممنوعتان من الصلاة والصيام ويقضيان الصوم ولا يقضيان الصلاة وسبق شرحه وبيانه في باب أحكام الحيض ولكن أنبهنا إلى أنه يجب أمر الصبي بالصلاة حينما يصل إلى سن السابعة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين فيجب أن يؤمر بالصلاة حتى يألف الصلاة ويتعود على الصلاة لأن الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين فمن نشأ على الصلاة تعود عليها وأصبح ملتزماً لها المسألة الثانية شروط الصلاة وشروط الصلاة هي الأمور التي لا تصح الصلاة إلا بها الأمور التي لا تصح الصلاة إلا بها ولذلك تعلم شروط الصلاة واجب على كل مكلف لماذا؟ للقاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيجب على كل مكلف أن يتعلم شروط الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بهذه الشروط فإذا جهل هذه الشروط فقد تكون صلاة غير مقبولة الشرط الأول الإسلام فلا تصح الصلاة من غير المسلم سواء كان كافراً كفراً أصلياً أو مرتداً لماذا؟ لأن غير المسلم ليس له نية صحيحة ليس له نية صحيحة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله الشرط الثاني العقل وضد العقل الجنون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر وعن المجنون حتى يفيق وعن المجنون حتى يفيق لأن العقل هو مناط التكليف العقل مناط التكليف الشرط الثالث البلوغ لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها وعن الصبي حتى يبلغ عن الصبي حتى يبلغ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت أنا قبل قليل قال مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع سنة للتعود لكن بمجرد أن يبلغ جرى عليه القلم جرى عليه القلم والعلماء فصلوا في مسألة البلوغ وتوسعوا في ذلك ونحن في الفقه الميسر ولذلك أكتفي بهذا المسألة الشرط الرابع الطهارة من الحدثين تذكرون في مجلس سابق ذكرنا بأن هناك حدث أكبر وحدث أصغر الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء والحدث الأكبر الذي يوجب الغسل فلا تصح الصلاة من محدث يقول الله جل وعليا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة صلاة بغير طهور لا يقبل الله صلاة بغير طهور الشرط الخامس دخول الوقت دخول الوقت للصلاة للصلاة طبعا الصلوات المقصودة فيها الخمس مع الجمعة لأن عندنا الصلوات الخمس كل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء كذلك صلاة الجمعة والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد فصلت في المجلس السابق فيما يتعلق بأحكام أوقات الصلوات فصلت في هذا في المجلس السابق ولذلك ذكرت بأن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به يعني أصبح إماما أما النبي عليه الصلاة والسلام مرتين المرة الأولى في أول الوقت والمرة الثانية في آخر الوقت وقال الصلاة ما بين هذين الصلاة ما بين هذين الشرط السادس ستر العورة ستر العورة مع القدرة طبعا مع القدرة وذلك لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الحائض هنا البالغة البالغة وبالنسبة للمرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة المرأة في الصلاة من حيث العورة كلها جميعها عورة ما عدا وجهه وكفيها أما الرجل فعورته في الصلاة ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به يعني اجعله إزارا اجعله إزارا حتى لا تظهر عورته التي ما بين السرة والركبة طبيعة الحال إنسان إذا أراد الصلاة أن يتجمل لها وأن يأخذ أحسن ثيابه وأن يلبس الجميل من ثيابه الشرط السابع اجتناب النجاسة وهذه أيضا سبق ذكرها النجاسة سواء كانت في البدن أو الثوب أو البقعة لأن العلماء مجمعون على أن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وبثوب طاهر وعلى بقعة طاهرة وعلى بقعة طاهرة والله جل وعلا يقول وثيابك فطهر النبي عليه الصلاة والسلام قال تنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه ولما صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات خلعا عليه الصلاة فخلع الصحابة نعاله فلما انتهى من الصلاة قال لماذا خلعتم قالوا رأيناك فقال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا ولذلك نزعهما النبي عليه الصلاة والسلام لأن الصلاة لا تصح إلا بثوب طاهر يعني لباس عموما كان الثوب أو العمامة أو النعال وبدن طاهر وبقعة طاهرة ولما سألت أسماء رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام عندهم الحيض يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه فلم يأذى لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي في الثوب الذي حاضت فيه وعليه أثر الدم وإنما أمرها بأن أن تغسل هذا الدم أن تغسل هذا الدم الشرط الثامن استقبال القبلة مع القدر على ذلك استقبال القبلة مع القدر على ذلك لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذي يطلق عليه الفقه المسيء في صلاته قال له أسبغ الغضوء ثم استقبل القبلة وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يستقبل القبلة يستقبل القبلة ولعلكم تلحظون قلت أنا مع القدرة فإذا كان الإنسان عاجز عاجزا عن استقبال القبلة تسقط عنه لقوله تعالى أينما توله فثم وجه الله يسقط عنه بالعجز عندنا قاعدة أيضا شرعية لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة الشرط التاسع النية والنية هي عزم القلب على فعل الشيء مع إمكان وجوده والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة التلفظ بالنية بدعة لماذا؟ لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية ولا أمر بها ولم يثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يتلفظون بالنية أو يأمرون بها وإنما النية هي عزم القلب عزم القلب ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى ولذلك كل من قصد شيء فهو ناويه كل من قصد شيء فهو ناويه نعم ومن الخطأ ما يفعله كثير من المصلين من التلفظ بالنية إذا جاء يصلق نويت أن أصلي صلاة العشاء فرضا خلف هذا الإمام ويأتي بعبارة هذا كله من البدع وليست من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتقل الآن بارك الله فيكم إلى طبعا قبل ما أنتقل إلى أركان الصلاة أشير إلى مسألة وهي أن الوجوب يسقط بالعجز الوجوب يسقط بالعجز ذكرت مسألة قبل قليل وهي مسألة استقبال القبلة فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة سقطت عنهم مثال شخص مريض في المستشفى منوم على السرير والسرير إلى غير جهة القبلة لا يستطيع هو أن يتجه إلى القبلة ولا يستطيع أحد أن يحرك السرير إذن يصلي على الحال التي هو عليها شخص الآن ما يستطيع ستر عورته بالصلاة ما عنده إلا ثوب واحد أو امرأة عندها لكن يظهر شيء من بدنها ما تستطيع يعني نحن نتكلم الآن على عموم الناس مثلا في بلاد فقيرة المرأة قد لا تجد شيء تستر به كامل بدنها مثلا إذن يسقط عنه أو يضيق الوقت على الإنسان فلا يستطيع تحصيل ما يستر به العورة مثلا كان يكون مثلا رأسها مكشوفا مثلا فهذا يسقط إلا أن تتوقع أن ستحصل على ما تستر به العورة قبل خروج قبل خروج الوقت كذلك مسألة اجتناب النجاسة اجتناب النجاسة من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة فإن لم يستطع ما استطع يعني مثلا الآن المرضى عاف الله الجميع الذين في المستشفيات يجرون عمليات ويضعون لهم القسطرة التي تخرج يا أكرمكم الله البول والغائد هذا لا يستطيع أن يجتنب هذا الشيء لا يستطيع أن يجتنب هذا الشيء ولذلك هو معذور والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا إلا وسعها طيب أنتقل الآن إلى الأركان أركان الصلاة طبعا الأركان الأركان جمع ركن والركن هو جزء المهي أو ما يقولون هو ما منه الشيء أو يعني لهم تعبيرات أو ما يقوم عليه الشيء مثل أركان البيت الآن البيت له أركان ما يمكن للبيت أن يقوم إلا على هذه الأركان كذلك الصلاة أركان الصلاة هي الأشياء التي لا تقوم الصلاة إلا إلا بها طبعا الشروط التي ذكرتها قبل قليل ذكرت الشروط الشروط دائما خذوها قاعدة الشرط يتقدم المشروط دائما الشرط يتقدم المشروط ومن شرطه أن يستمر إلى آخر العمل لاحظتم الآن قبل قليل لما ذكرت لكم شروط الصلاة كلها قبل الصلاة كلها قبل الصلاة حتى النية النية هي وإن كانت مقارنة للصلاة إلا أن تكون قبل التكبير بيسير استحضر الإنسان للصلاة ويجب عليه أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة كذلك بقية الشروط بقية الشروط كلها قبل العمل قبل العبادة الأركان لا داخل العبادة الركن داخل العبادة داخل الصلاة الشرط الأول من شروط عفوا الركن الأول من أركان الصلاة القيام مع القدرة في الفرض لاحظوا التعبير القيام مع القدرة في الفرض خرج النفل يجوز للإنسان أن يصلي النفل جالسا حتى لو كان قادرا على القيام لكن لا بد أن يعلم بأن ليس له إلا نصف الأجر نصف الأجر أما إذا كان عاجزا فله الأجر كاملا أما الفرض فلا يجب أن يقوم في الفرض ما دام أنه قادر على ذلك لقوله تعالى وقوموا لله قانتين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة صلاته قالوا صلى قائما إلا في حالة المرض لما سقط من الدابة ويعني جحش جنبه تعور وتأثر صلى الله وسلم صلى مجموعة صلوات جالسا عليه الصلاة والسلام لعدم قدرته على القيام فهذا يدلنا على أن القيام في الفرض ركم من أركان الصلاة مع القدرة فإذا عجز صلى قاعدا إن عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام عندنا التكبير في الصلاة على نوعين ركن وواجب الركن هي تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام التي يفتتح بها الإنسان الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أما التكبيرات الأخرى فتسمى التكبيرات الانتقالية وهذه ستأتي معنا وراجح من قول أهل العلم أن هذه التكبيرات واجبة إذن تكبيرة الإحرام وهي أن يقول الله أكبر ولا يصح غير هذه اللفظة لو قال الله العظيم ما صحت الله الكريم ما صحت الله الحي ما يقول لماذا؟ لأن هذه ألفاظ يجب التزامها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك لا يجزئ غيرها النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة صلاته قالوا بأنه كان يقول الله أكبر وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعلم أصحابه الصلاة ومنهم حديث المسيق قال فكبر والتكبير لا يعرف إلا بقول الله أكبر الركن الثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي السبع المثاني قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فيجب على كل مصلي أن يقرأ الفاتحة في كل الصلاة في كل ركعة فهي ركن من أركان الصلاة الركن الرابع الركون وذلك لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ولقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء حديث المشهور هذا قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا وبالمناسبة إن شاء الله سأعقد مجلس في شرح صفة صلاة المسلم يعني كيف يصل للمسلم من دون ذكر هذه المسائل وإنما أذكرها بشكل مجمل لكنني الآن أفقر وأذكر يعني هذه المسائل بهذا التفصيل بارك الله فيكم الشرط الخامس الرفع من الركوع عفوا الركن الخامس الركن الخامس الرفع من الركوع لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارفع يقول في حديث المسيقالة ثم ارفع الركن السادس الاعتدال منه قائما لاحظ عندنا ركنين لاحظتم الرفع هذا الركن بمعنى أن شخص الآن راكع فما رفع وإنما سجد مباشرة بطلت صلاة لماذا؟ لأنه أخلى بركن من أركان الصلاة طيب شخص رفع لكنه مطمئن واقفا هو رفع وسجد مباشرة لكن ما اعتدل قائما نقول بطلت صلاة لماذا؟ لأنه أخلى بركن من أركان الصلاة وهي الاعتدال من الركوع قائما لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيق واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما وهذه الطمأنينة في مسألة الرفع من الركن الركن السابع السجود لقوله تعالى واسجدوا وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا طبعا السجود لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة وهذا سوفصله إن شاء الله وهي الجبهة والأنف هذا واحد والكفين والركبتين وأصابع القدمين فمن أخلى بواحدة من هذه السبع فلا سجود له ولا صلاة له لا سجود له وإذا انتفى السجود انتفى الصلاة لأن السجود ركم من أركان الصلاة الركن الثامن الرفع من السجود الرفع من السجد الأولى في كل ركع من ركعات الصلاة يرفع من السجد الأولى يرفع رأسه هذا ركن فمن سجد ثم رفع رأسه ورجع من دون أن يرفع جسمه لا صلاة له الركن التاسع الاعتدال الجلوس بين السجدتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم رفع حتى تطمئن جالسا إذن عندنا الركنين الرفع والجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين ولذلك للأسف تجد بعض الناس الآن خاصة ليسرعون في صلاتهم لما يرفع من السجد الأولى ما يجلس ويطمئن في جلسته وإنما يسجد مرة ثانية ولا شك بأن هذا مخلب الصلاة الركن العاشر الطمأنين في جميع الأركان الطمأنين في جميع الأركان ما هي الطمأنين؟ ضابط الطمأنين أن تعطي كل عضو من أعضاء الجسم وضعه من حيث السكون والاستقرار في الصلاة الآن القيام الله أكبر وصديقائي فإن اتكأ على جدار مع قدرته على القيام لا صلاة له لماذا؟ لأنه مطمئن واقفا مطمئن واقفا وما عنده عذر حتى يتكأ على الجدار من ركع من دون أن يمكن يعني كفيه من ركبتيه ما ركع لأنه أخلى بالطمأنين من رفع دون أن يعتدل قائما ما ركع ولا صلى لأنه أخلى بالطمأنين إلا لعذر شخص محدود بالظهر شخص هذه قدرته وهذه طاقته وهذه استطاعته للوصول إلى الرفع نحن نتكلم عن الشخص السليم كذلك الإخلال بالأعضاء السبعة في السجود يعني لو أن شخصا سجد ورفع قدمي في السجود ما وضعهم الأرض بطلت صلاته لأن النبي عليه الصلاة والله قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وهذه كما وعدتكم إن شاء الله سوف أفصل فيها بشكل يعني أوسع في مسألة صفة الصلاة أيضا التشهد الأخير التشهد الأخير التحيات التشهد الأخير لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال بالمسعود قال لا تقول السلام على الله ولكن يقول التحيات لله يقول بمسعود كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول السلام على الله من عباده فقال لنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول السلام على الله ولكن يقول التحيات فقول بن مسعود قبل أن يفرض دل على أنه فرض بعد ذلك الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة صلاته ذكروا بأنه كان يجلس للتشهد الأخير وسيأتي إن شاء الله ذكر الواجبات والسنن في هذا الركن الركن الثالث عشر التسليم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتحليلها التسليم تحليلها التسليم سلم عن يمين يقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يسار يقول السلام عليكم ورحمة الله الركن الرابع عشر الترتيب بين هذه الأركان الترتيب بين هذه الأركان لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي هذه الصلاة مرتبة بهذه الطريقة فمن قدم السجود على الركوع فلا صلاة له إذا كان متعمداً أما إذا كان ناسياً فيعالج هذا الخطأ بالرجوع إلى الركوع وإكمال الصلاة لأن السجود الذي سجده ليس في محله وسنتحدث عن هذا أيضاً بشكل أوسى بحول الله تعالى هذه أركان الصلاة لعلي أكتفي بهذا القدر من المسائل في هذا اليوم تحدث عن من تجب الصلاة وأيضاً تحدث عن شروط الصلاة وأيضاً عن أركان الصلاة هناك مسائل كثيرة إن شاء الله في المجلس القادم فيما يتعلق بواجبات الصلاة بسنن الصلاة بمبطلات الصلاة وأيضاً سأتحدث إن شاء الله في مجلس خاص عن صفة الصلاة عن صفة الصلاة أشرحها شرح يعني إن شاء الله مبسط وميسر أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح كما أسأله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في العمر والعمل إنه خير ومسؤول ألتقيكم في المجلس القادم بحول الله تعالى على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة